وفي شان آخر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية التي توليها الدولة لبرنامج نوفي ونوفي بلاس الذي يعد محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة في مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض ملفات عمل وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الراهنة حيث طلع مدبولي على أهم المخرجات ذات صلب المشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة كاب 27 فضلا عن الموقف التنفيذي لمشروع محور الطاقة وخطة المشروعات الفرعية لإنتاج 10 جيجا وات والأثر التنموي له كما طلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي المحوري الغذاء والمياه